العملية العاشرة صفحة 37 في 20 واحد سددت شركة الخزامي مبلغ 20 ألف ريال نقداً كجزء من المستحقة عليها والمطلوب تحليل العملية إلى الطرفين المدين والدائن ثم إثباتها في دفتر اليومية لإجراء هذا التحليل يجب أن نتذكر أن شركة الخزامي كانت مدينون وحيث أنها دفعت جزء من المستحقة عليها معنى ذلك أنه حدث نقص في المدينون وحيث أن المدينون أصل والأصل طبيعته أنه مدين فإنه لتخفيضه يعكس ويجعل دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو المدينون شركة الخزامي لدينا من ناحية أخرى كلمة نقداً تعني أنه صندوق وتحصيل من الغير يعني أنه حدثت به زيادة وحيث أن الصندوق أصل وطبيعة الأصل أنه مدين ولزيادة هذا الأصل أو الحساب عند زيادته فإنه يكون في نفس الجانب فيكون مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو الصندوق نعيد ذلك مرة أخرى ونقول أن الصندوق حدثت به زيادة وحيث أن الصندوق أصل فالزيادته يجعل مدين بناء على ذلك يكون الطرف المدين في هذه العملية هو حساب الصندوق لدينا أيضاً المدينون حدث بهم نقص لأنهم دفعوا جزء من المستحقة عليهم وحيث أنه أصل أيضاً ولتخفيضه يجعل دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب المدينون شركة الخزامي لإثبات ذلك في دفتر اليومية نقوم بإعداد الدفتر وله أربع عمدة مدين ودائن وبيان وتاريخ نكتب في السطر الأول الطرف المدين وهو حساب الصندوق وقبل منه كلمة من التي تعني أنه الطرف المدين ثم نكتب المبلغ في العمود المدين وهو مبلغ 20 ألف ريال لدينا أيضاً الطرف الدائن نترك سنتي في السطر الثاني ثم نكتب إلى حساب المدينون شركة الخزامي وهو الطرف الدائن وقبل منه كلمة إلى وفي العمود نكتب المبلغ وهو 20 ألف ثم بعد ذلك نشرح القيد تحصيل جزء من المستحقة على شركة الخزامي وهذا يمثل شرح القيد ثم نكتب التاريخ يوم 20 واحد ثم نأخذ خط لنفصل العملية عن العمليات التالية لها ترجمة نانسي قنقر